بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ليشكر الناس ليشكر الله جزيل الشكر للدكتور بهالهواري على الدعوة الكريمة لحضور مؤتمر جمعة أطباء المستقبل جزيل الشكر للمنصة الكريمة جزيل الشكر للسادة الحضور طبعا جزيل الشكر الأساتذةو وزملاء العذاب في مستشفى الأطفال في جامعة السيوت تعلمت منهم بقالي مثلا معاهم أكتر من 30 سنة الحمد لله رب العالمين وطبعا ما ننساش أستاذتنا أستاذة الدكتورة سامي عطور ربنا يغفر له ويرحمها تشرفت بالعمل معاها أكتر من 20 سنة في وحدة رعاية الأطفال حديث الولادة فندعو الله لها بالرحمة والمغفرة وأن يسكنها الله فسيحة جناتية أنا بشتغل في مجال الأطفال حديث الولادة من 99 الفيلد بتاع الأطفال عموما والنيونتولوج خصوصا كل شوية فيه أبديت الأطفال دي في كل حاجة في النيوتريشن في الفينتيليشن في الريسوسيتيشن فكل الحاجات اللي كنا بنعملها زمان في حاجات ظاهر بعد كده مع الوقت إن إحنا غيرناها فلازم أي حد شغال في المجال الطب عموما لازم تشيك فور أبديت كل الطب دلوقتي مبنى على الإفدنس بيزد ميديسن يعني كل ما تبقى الاستاذة القوية ده معنا من الليفل بتاعي لما تبقى حاجة بقى أرسي تي سواء سيستيماكي أو انديفيدول هتاخد ليفل وان لو حاجة بقى كوهرت استادي هتاخد ليفل تون الحاجات بقى الرسيرش بقى اللي بنعملوا إحنا رسالة للدكتوراه والماجستير دي بتبقى كيز كنترول استادي الآخر حاجة الاكسبرت اوبينيون ولما نقول الاكسبرت اوبينيون يعني واحد بقى له في المجال ده تلاتين اربعين سنة خمسين سنة يعني حد بقى إيه زي الدكتور رحمل رقوف زي الدكتور مجد مصطفى زي الناس العظام اللي موجودين معنا ده منظر للحضان سنة 1880 ده كان ده في باريس شوف منظر الحضان عامل ازاي بيعتمل على الورموطر عشان تو بروفايد هوميديتي توزا بيبي ده اول كتاب تألف في النيونتولوجي سنة 1900 الكتاب ده كان اللي مألفه دكتور اوبستيتريكس بش دكتور أطفاد ده منظر الكتاب لما تترجم للنسخة للغة الإنجليزية لان الاول ما تعمل 1900 كان باللغة الفرنسية ده باللغة الإنجليزية ده منظر للحضانة في أطلانتك سيتي الكلام في دلستيشنر الغاية سنة 63 يوم 7 أغسطس اتولد باتريك كينيدي باتريك كينيدي ده ابن الرئيس الأمريكي جون كينيدي اتولد 34 اسبوع بعد يومين البيبي ده توفى كان عنده ايه ار دي اس حط بقى على فينتليتر وقتها اذا كان فيه وتمانية واربعين ساعة والبيبي ده حصل له ايه من ساعة الوقت ده بدأ يهتموا بقى في مجال البلوت جاز يدوروا على البسوليج بتاع الأمراض بتاعة حديثة الولادة ومن هنا بدأ يحصل بقى التطور ده منظر الحضانة في 20 عشرين زي المرسيدس وزي البي ام ده منظر الوحدات دلوقتي اللي موجودة المحاضرة بتاعتي اللي هي براكتكال تيبس ان انترال فيدنج ايه اللي هي الهدف بتاعي ان انا عوز اوصل للفول انترال فيد فأسرع وقت نمرة تنين نمرة تلاتة افيد وفيدي ايه الاسباب اللي بتخلي الناس دايما توقف الفيدي او تؤخر الفيدي اول حاجة بتخاف من الاينترال فيدنج عشان مين الابدوم الايس تانشان يفكر في ايه لو فيه رفلكس يقولك العيان ده هيجيله ابناء فيخاف من مين يخاف من الفينيج هيبرجليسيميا او هيبوغليسيميا يحصل بور ميتابوليزم وانفكشن يخاف يكون فيه انفكشن هيبوكسيا يقولك ده العيان ده يبقى فيه بور ابزوربشن للنيوترون العيان ده على سباب يخاف يديله فيدنج عشان ايه يقولك هيحصل له دستنشن من السباب بالعيان ده على فينتوليتور هيقولك ده فيه ده الديجيشن والابزوربشن هيبقى بور حتى لو هيديله بور انترال نيوترشن هيركب انبيليكا الكاسيتر سواء ارتيريال او فينس هيخاف من مين بالانفكشن والجاتس كيميا والن اي سي هيدي امينو اسد يخاف من ايه يخاف من امينو اسد تكسوسيدي فكل حاجة بيبقى خايف عشان كده بياخر يدي ايه ياخر يدي سواء انترال او يدي بور انترال فدي ريزونز مع الوقت هنقولك ان احنا اهم حاجة بالنسبة للبيبي النيوترشن البيبي انيوترو بيوصله من الام عن طريق البلاسينتا نيوترنت عبارة عن امينو اسدز عبارة عن لبز عبارة عن كاربوهايدريت بكون سنترشن عالي اول ما يتولد اروح انا عامله ايه فاستنج الحاجة اللي احنا كنا بنعملها زمان كنا بندي مثلا كميات صغيرة من النيوترنت ونعود عالتروفك فيدنج اربع خمس ايام وصنطي كل ست ساعات ومنزوق ومنزودش كل الكلام ده اللي كنا بنعمله في التسعينات الكلام ده دلوقت ايه اوبسليد ده المنظر اللي احنا عاوزين نوصله بيبي بياخد ايه بالريل وبياخد بالايه بالاورال روت وده المنظر اللي احنا عاوزين ايه نتجنبه اللي هو منزر ايه ده الان اي سي ايه هي الشالنجز اللي انا بقابلها البيبي ده هتدي له بقى الانترال نيوترشن بتاعه هبدأ له امتى هبدأ له ايه هبدأ له مثلا نعمله الادفانس منت بتاعي رابد ولا سلو هدي الفريكنس بتاع الفيد كل ساعتين ولا كل ثلاث ساعات امتى هوصل للفول انترال فيد هتدي له بقى عن طريق نيزو غسطريك تيوب ولا اورو غسطريك تيوب البيبي اللي على السباب هدي له فيدينج اللي على فينتليتور اللي سمول فورجستيشن الاج اللي بياخد اندوميسسن عنده وبيدي ايه مثلا اللي على ميكانيكال فينتليشنز هل كل عيان لازم اعمل له روتين ايفالويشن للأبدومنال جيرس هل كل عيان اعمل له روتين ايفالويشن للجسر رزيد والفوليوم فالكلام ده عبارة عن تحديات اي حد شغال في المجال بتاع النيونتولوجي بيقابلها انه بيفضل الانترال ولا البرنترال لوجيك كده على طول هنقول مين الانترال انترال يعني العيان ده هياخد هنستعمل الايه النور مروت بتاعه يبقى ما فيش بقى لا فاستينج ولا سيبسيز ولا كومبليكيشنز ريليتد تو فاسكولا كاستريزيزيشن ولا ادفيرس افكت للبرنترال نيوتريشن هاويفر الير لبرنترال نيوتريشن بتبقى كريتكال ولازم الاتنين يمشوا مع بعض كلنا طبعا معارفين الانديكيشنز بتاعت الايه ببرنترال نيوتريشن عيان مش جي اي تي بتاعه ده مش اقدر استعمله عيان فيه انتسلان لابستركشن لازم اديله على طول عيان فيري لوبرسويت والجيستيشن اللي اي بتاعه اقل من احو 30 اسبوع ده لازم ياخد بارنترال نيوتريشن عيان بدأت له ايه ارال فيدينج او انترال فيدينج وما فيش سافش انتويت جين يبقى لازم العيان ده محتاج بارنترال نيوتريشن لديه حاجة بقى حاجتين في حاجة اسمه انترا يتراين جروس رتارديشن ده البيبي انيوتر وفي حاجة بقى بنعملها في الحضانة اللي هي ايه? يبقى نيوترو وايه? واللي بيت بعد ما يتولد. هبدأ امتى الفيدنج? بنبدأ في اول اربعة و اشرين ساعة. بنبدأ بحاجة اسمها ايه? التروفيك فيد. التروفيك فيد ليه كذا اسمي. بنقول عليه المنمال انترال فيدنج. ده عبارة عن بتاعه من عشر لخمستاشر ميلي. من عشر لخمستاشر ميلي بير كي جي بير دي. يعني لو طفل كيلو هياخد في اليوم عشر سنت. يعني هديله كل ثلاثة ساعات ايه? واحد ميلي. يعني الكلام ده يلي اسبصه الوانس البي بدأ يبقى ستيبل في الحضانة بعد ساعتين بعد ثلاثة ساعات. ببدأ الفيدنج ايه? على طول. بخلي بالي في الاطفال اللي قلي من ستة وعشرين اسبوع. لما هديهم تروفيك الاطفال اللي هم اي جعار اللي هو قلي من aurais. والتي نست следin, والاطفال اللي همosp Huge Wet اللي هو قلي من كام للقلي من كيلو. دي فوايد النيوترنت لما سبق الجط م不会 بدانحجف نيوترنت. ايه? عطرف الحصول يمكن weight.ESE�� muut قلي اعطرف الحصول لا يكونو bass hormonal pattern. لا يكونو bass hormonal response. بيكونو bass hormonalю. delay di maturation. decolonial mutility or motor activity. delay di maturation intestinal enzymes. هيزود the intestinal permeability. هيزود bacteria transformation. كل دي مشاكل لو مفهوش ايه? دي بقى الفوائد بقى بتاعت التروف الكفيد. العيان اللي هياخد التروف الكفيد باول اربعة وعشرين ساعة. الفترة بتاعته في الحضانة هتوبقى ايه? هتوبقى شورت. النيد هيبقى بردو شورت. اي بقى كل ده انا ايه? تجنبتو. العيان ده هيحصل له بقى كويسة. هيبقى فيه كويس. هيبقى فيش بكتريا ترانس لوكيشنز. هيحسن فكلها فوائد ليه? ليه? الكلام ده كان سنة الف تسعمائة وتسعين اتنشرت في اللانسة اه بيبر. البيبر دي كان مقالفها عالم اسمه الان لوكاست. الان لوكاست ده من الناس البيونيرز في العالم كله في مجال النيونيتا النيوتريشت. الملخص الرسائل البيبر دي ان النيك مور كومان ان بريتيرم انفانت ريسيلي ريسيفينج بريتيرم فورمولا اكتر من الاطفال اللي هي بتاخد مين بريست ميل. كل الريسيرش اللي اتعاملت بعد كده ثبت عكسها بقى ان الاطفال اللي هتاخد ايرلي فيدينج وفاست فيدينج سواء اكس بريست بريست ميلك او بريتيرم الفورمولا الاتنين. الانسدنس اوف نيك بيقى قل من الاطفال اللي بنعمل معهم ايه? دي لايد اند ايه سلو ادفانسمنت. زي مسلا سيستيماتيك ريفيو في الفين وتلاتاشر. الاطفال اللي اخدت ايرلي فيدينج وصلت للفول انترال فيد بدري ونو ديفرنس في الانسدنس بتاع مين? النك. اناظر استادي برضو. بسيستيماتيك ريفيو. يعني سيستيماتيك ريفيو يعني ليبل اف ابدنس كام? وان? يعني حاجة بتاحها عالي خالص نفس الكلام ايرلي انترو دكشن او بروغريسي في انترال الفيدنج برضو ما زودش للفيدنج انتولارنس ولا الريسك اوف نيك ولا المرتاليتي. نفس الكلام الاستيوبيني او بريماتوريتي والجوندس بيقل في الاطفال اللي بتاخد تروفك فيدينج ايرلي. ايه بقى الكونترا انديكيشن للتروفك فيد? مفيش اللي غير حاجة واحدة بس. العين اللي هو ايه? انتستاني الوبستراكشنز. اغلب عينيين انتستاني الوبستراكشنز بتتشخص ان ايه? انيوترو. يعني البيبي هيتولد وانا عارف ان البيبي ده فيه انتستاني الاتريزا. ديودينال جوجينال. كده 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 من الاول العين ده مش هستعمل الجط بتاعه. فده ده الكونترا انديكيشن الوحيد اللي مين? للتروفك فيد. اللي احنا قلنا عليه من 10 ال 15 ميلي لكل ايه? بالكي جي بردي. هاوفر الاسفكسة العين اللي عنده ريزباراتي دستريس السيبسيز الهايبو تينشن الهايبو جليسيمة العين اللي مركب له امبليكال لايه. التروفك فيد هاتدي المدة تقديه. لغاية دلوقتي مفيش اناف افدنس يقولي هاتدي يوم هاتدي يومين محدش قال فترة معينة. فهناعتمد على ايه? هناعتمد على التولرانس بتاع البيبي. اديت البيبي ده التروفك فيد وتاني يوم تالت يوم فيه تولرانس والانتستين بتاعته مسموعة وبيباص. يبقى داي يديني فرصة ان انا اعمل ايه? ان انا زود. حاجة برضو. هندي ايه? دي بالنسبة لنا كلنا. ده ده سواء كان او عندهم برا اللي هو الدونر هيو من ملك. احنا ما عندناش الكلام ده. ايه بقى احنا الفيريس والساكند شويس بالنسبة لنا الفيريس واللي هو او الكولوسترام والساكند شويس البريتيرم فورمولا. بالمنطق هيبقى احسن من الفروزن. لو انا الام بقى بتحوش لبن بتحطيه في الفريزر ينفع يقعد طبعا او في التلاجة بس الافضل انه يكون ايه? فريزر. مع الفريزن بيحصل دي بليشا للمونك الامون سيلز الامون فاكتور انزيم ايه اكتيفتي. لو ما عنديش بقى بريست ميلك يبقى هلجأ لمين للبريتيرم فورمولا. الاطفال اللي بتاخد اكس بريست ميلك لما قارنها بالاطفال اللي بتاخد بريتيرم فورمولا. الريتوفنك اقل في مين? يبقى انا لو عندي ده انما انا شجع ان ام الاول ما تولد عاوزين لبن الام. عاوزين لبن الام. ده يشجع ان انه نبدأ وما اش خايف من مين? من الاني اسي. كل دي بتقارن مين? بتقارن الهيومن ميلك بريتيرم فورمولا. كلها مع مين? مع ال اكس بريست ميلك. ال ادبانسمت هعمل بقى سلو ولا رابد ادبانسمت بيعتمد على لو طفلة قل من كيلو. بدي بقى ايه من عشر من من خمستاشر لعشرين ميلي بر كي جي بر دي. وكل يوم بزود من خمستاشر لعشرين ميلي بر كي جي بر دي. يعني زيادات كتيرة غير اللي كنا بنعمله في الاول. لو طفل اكتر من كيلو بزود كيام ببدأ بتلاتين ميلي بر كي جي. وازود تلاتين ميلي بر كي جي بر دي. كلام اللي كنا بنعمله زمان كنا ندي فيري سمول امونت ونبقى قوشوس. ودلوقتي في حاجة اسمها ايه? افدانس بيست فيدينج برتوكول. الجداول معمولة جاهزة الناس بس بتحفظ تمشي على هذه الجداول دي ستادي مع معمولة في 2014 بتقرن اللي سلو والفاست العين اللي هزود له سلولي يعني خمستاشر لعشرين ميلي بركي جي او هزود له فاست اللي هو هكام تلاتين ميلي بركي جي بردي لقيه انه ما فيش اي ايه ديفرانس في الانسدنس اوف فيدنج انطولرانس ولا النيك ولا المرتدي يعني الاتنين كويسين وده كمان الفاست ادبانسمنت بيديني فرصة ان ايه العين ده يوصل للفول انترال فيدينج بادري ويبدل بتاعه من النكيو هيوبقى ايه هيوبقى ايرليار الفيدينج هدى بقى كل ساعتين ولا هدى كل ثلاث ساعات لو طفل اكتر من كيلو وربع خلاص هندى كل كام كل ثلاث ساعات لو طفل اقل من كيلو وربع لغاية دلوقتي مفيش انوف افيدنس تدى كل ساعتين او تدى كل ايه تلات ساعات ده استادي اراندوميزد كنترولد ترايل 2009 لما قارنوا بكل ساعتين وكل ثلاث ساعات في الاطفال اللي قال من كيلو وربع مفيش ايه ديفرونس هاويفر النيرسينج طيب العين اللي هيرضع كل ثلاث ساعات الوقت اللي هتقضي الحكيمة معاها هيوبقى ايه هيوبقى ايه هيوبقى الف هدى هتوبقى ميزة بس الكسطة مين هنريح النيرس بس شوية دي بقى استادي في 2011 لما قارنوا الهد كل ساعتين وهد كل ثلاث ساعات ليه ان الاطفال اللي هتاخد فيدينج كل ثلاث ساعات كل ساعتين هتوصل بدري للفول انترال فيد وليس برولونج برينترال نتريشن وليس لايك لتوهاب فيدينج ايه انطولانس يبقى كده لغاية ما يرسوا على الاطفال اللي قال اللي فوق كيلو ربع هندي كل كام تلاث ساعات الاطفال اللي قال من كيلو ربع بريفيرد ان احنا ندي كل ساعتين امتى هاوصل للفول انترال فيد يعني اوصل فول انترال فيد يبقى لعن اللي مركب له اسطرة هشيلها اللي مركب له سنترال لايل هشيله يبقى انا كده كل المشاكل بتاع الكاستر والسنترال لاينز كده انا ايه تجنبتها لسه كنت بقى لكم فيه الافدنس بيزد ايه فيدينج براتوكول وهاريكو جدول ياريت نصوره ونمشي عليه احنا ماشيين عليه في جامعة قصوت الجدول ده بس انبقى لنا ايه عشر سنين المتوقع ان العيان اللي اقل من كيلو خلال اسبوعين هوصل للفول انترال فيد ده بفرض ان انا ستيك وماشي بالزبط على مين على الجدول وما بقاش خايف الطفل اللي هو فوق كيلو لغاية كيلو نص متوقع في اسبوع يعني لو طفل عندي كيلو امتين كيلو تلتمية خلال اسبوع البيب ده خلاص ما باخدش بقى فليودز باخد كله ايه انترال فيد اه ده ده هو الافدنس بيزد فيدينج براتوكول ده من سبعمائة وخمسين لغاية الف وتمنمائة اول اول خانة او اول عمود في الجدول اللي هو البرائم اللي هو جات ايه برايمنج اللي هو التروفك فيد تاني خانة ده الفيد ادفانسمنت تالت خانة برضو فيد ادفانسمنت ايه اللي فارق بين دي ودي دي اللي هو الفاست بزود كميات كبيرة وده اللي هو الايه اللي سلولي اللي سلولي كتير منهم العينين اللي هما فيهم جروس لتارديشن يبقى لو عندي بيبي فيه انترال فيدين جروس لتارديشن لما اعمل له ادفانسمنت لالفيدنج اعمله له ايه ده الجزء التاني من الجدول لغاية كام لغاية الفين وخمسمائة شاف الكميات لو طفل كيلو تمنمية هتدي له كام خمسة مل كل ثلاث ساعات وهزود له اتنين مل كل ستة ما عمش نحفظ حاجة الجدول المحتوط وجاهز بس يبقى نلتزم بيه لا هدي زيادة عنه ولا اقل منه يعني شوف حضرتك لو طفل مثلا تمنمية جرام شوف هياخد كم واحد مل كل ساعتين وهزود له نص كل ستة فالبيب ده متوقع خلال مثلا عشرة خمستاشر يوم هيو سلمين للفول انترال فيد هدي بقى كونتينواس ولا هدي بولوس برضو الكلام ده في شوية دبيت ناس يقول الاتنين زي بعد ناس يقول الكنتينواس ايه احسن البولوس فيد مشكلتها انه بتزود البلموني الريزيستنس والرسبيراتوري النيستابيليتي بتقلل اللي هو مين يفضل ان انا ادي ايه كونتينواس بزاد في الفترة الاولانية يعني حتى لو هدي الرضعة مش هديها له بولوس على طول قد هديها له سلولي خلال خمس دقايق خلال عشر دقايق ده بيحسن ايه بيحسن الاميتينج وبيقلل الجاستريك ريزيد والفوليوم هركب بقى الريل نيزو جاستريك ولا ارو جاستريك ايه راييوكو اورو جاستريك الاورو جاستريك برفيرد عن النزو جاستريك لاني ما بركب النزو جاستريك بتزود ايه الايرو ايه ريزيستنس حوالي تلاتين لخمسين في المية نمرة اثنين بتزود الانسيدنس بتاع البرودك بريسنج والسنترال ابنية الترانزيشن فروم تيوب تو اورال فيدنج يعني عيان بياخد رايل فيدنج احاول معاه كل يوم مين؟ اورال حتت بقى ان الاورال ساكلينج ده بيخسس العيال الكلام ده مش مش منطقه ده بيعمل ايه بقى الاورال فيدنج ده؟ بيصرع الترانزيشن من العين اللي بياخد كله رايل للاورال عن طريق الفم نمرة اثنين بيحسن الاورال موتر سكيلز الساكلينج الساكلينج لزي ما احنا لنا نتخيل عيام مثلا دخل عينها مركزة اضلت واقعد على ماشين كان عامل حدثة واقعد اسبوعين ثلاثة ما بياخدش فيدنج لما ييجي يبدأ ياخد فيدنج هيحصل ايه؟ هكيد هيبقى فيه ايه؟ صعوبة في الساكلينج والجو والمستيكيشنز والكلام زي كده لو بيب صغير فمهم او ان انا اقرب معه اللي هو ترانزيشن فروم تيوب تو اي اورال فيدنج العين اللي على اسباب ياخد فيدنج ولا ما ياخدش؟ ياخد فيدنج بس لما ازودله ازودله سلولي وفيه حاجة عارفينه كلنا اللي هو ايه؟ سباب بيلي سندروم دايما العين على اسباب يبقى فيه معاه ايه؟ ابدومال ديستنشن فلما يبقى بيبقى على اسباب فيه ديستنشن ده اكسبكتد ماقولش العين ده في ايه؟ انتولرانس عين على فينتوليتر كونترا انديكيشن نوت كونترا انديكيشن دي سطادي معمولة على اطفال على السموم لمجموعتين مجموعة اني بي او ما اخدتش فيدنج ومجموعة خدت فيدنج في اول يوم تروفيك فيدنج لقيوا ان المجموعة اللي خدت فيدنج في اول يوم عشان توصل ل120 ملي بيركي جي بيردي وصلت في وقت ايه؟ اقصر عشان يحصل على تلاتين اسبوع برضو احسن من المجموعة اللي هي ايه؟ ما اخدتش فيدنج في اول يوم ده كمان المجموعة اللي هي ما اخدت انني بيقوه حلتين منهم حصل ايه؟ اني اسي ده معناه ان الكصة ان العين اللي على اه ميكانيكال فنتريشن is is not a كونترا انديكيشن فور تروفيك فيه. عين اي جار وطبعا كلنا يعني يعني عين اي جار يعني الوزن بتاعه اقل من مين اقل من التنسي سنتي. ياخد فيدنج ولا ما ياخدش؟ بابدأ له فيدنج بريفيرد بالهومن ملك. بس زي ما اتفقنا لما ازود له ازود له ايه? ازود له سلول. دي ستادي برضو في الفين واربعة ودي ستادي في الفين وعشرة نفس الكلام الاطفال اللي هم مفيش اي مشكلة في فيدنج ما بيحصل لهمش انسيدنس او فيدنج انطولارنس. عيام بياخد اندوميساسين او ابيو بروفين عنده بيدي ايه? ياخد فيدنج ولا ما ياخدش? بس ما ادهوش بقى النيوترشن الفيد. ادي له مين? التروفيك فيد. وما بدأش هزود غير لما خلص الكرسي بتاع مين? الاندوميساسين. الاندوميساسين بيبقى يعني الابيو بروفين بيبقى مور بريفيرد عن الاندوميساسين عشان قصة الميزنتريك بلاد فلو بيقل اكتر مع الاندوميساسين. في ادسي بريفيرد ان انا ادي ابيو بروفين. الريتوف نيك بيبقى اقلقك اقلق مع الابيو بروفين عن الاندوميساسين. من الحاجات بقى اللي احنا كنا بنعملها على طول ونقدر نقول ايه? نقيس محيط البطن بعد وكل رضع. الكلام ده دلوقتي نوت ادفايزابل. لو احنا اللي فقاعة كلنا اثنا الابدوميال جيرس هتلاقي في ايه? هتلاقي فيه فريشن. لو انا اللي بقيس كل مرة هيبقى فيه فريشن. فليقوا الفريشن ده ممكن يوصل لغاية تلاتة سنت ونص في البرتير مينفلت. ممكن يوصل الفريشن ده بين كل مرة والتانية لواحد سنتي في الفول تير مينفلت. يبقى ايدسي نوت بريفيرد ان انا كل عيان اقول ايه? ايه اسموحيط البطن والحكيمة تقول لي ده زاد سنتي. الحكيمة تقول لي ده زاد. وعلى هزا الكرار هروح اعمل ايه? بتاع الفيدنج. از روتين اف جسر كزيد والفوليوم حاجة جاستفايد ولازم اعملها روتين? برضو الكلام ده دلوقتي ايه? ماهاش روتين. وهنقول امتى نعمله? وهنقول امتى? وعمله مانيجمنت ازاي? اللي مسموح لي بالنسبة للجي ار بي خمسة لكل كيلو. لغاية خمسة لكل كيلو. يعني لو بي بياخد وهو وزنه كيلو. وعملته انا بعمل قبل قبل الرضعة وشفت الجسر كزيد والفوليوم ليت اربعة ملي. ده يعتبر ايه? عاد. مفيش اي مشكلة. لكن لو اكتر من خمسة هقول ده العين ده فيه بدأ يبقى في ايه? بدأ في ايه? يعني مالوش اي ايه? تلاتين لازمة. ده بياخر للانترافينيج وممكن يعمل لي دامج لمين? للجسر كميوكوزا. وفروض اعمل ازاي الجسر كزيد والفوليوم? بعمله باصغر سرينجة. يا سرينجة انسولين يا سرينجة تلاتة سنتي. واعمل جنت الايه? ما جيبش سرينجة عشرة سنتي. وشفت بيها اجيب ولا مش هجيب العشرة سنتي? لارج ديامتر يبقى لارج ايه? بريشر. لا ده انا ممكن على حظ تروح عاملة دامج لمين? للجسر كميوكوزا. اول ما يلاقي بلادي على طول يقول لك ده ايه? ايه ايه? ايه ايه. وقف. وقف الفيدي. فلازم يتعامل بزا سرينج ويتعمل. هدي ستادي ار سي تي برضو معمولة بقى عينين. اتعمل لهم روتين الافليوشن للجسر كزيد والفوليوم وعينين ما اتعمل لهمش. لقيوا انه نو ديفرنس ريجاردنج الوليم اوف فيدز الديز اوف برينتران نتريشنز ويالجروز برامتر بين التو جروز. هاويفر المجموعة اللي ما اتعملهاش روتين افالويشن وصلت ست ايام بادر للفول انترال فيد. ان انا ما اخش كل شوية عمال بقى اعمل روتين افالويشن. انا لقى العيان ده جايب شوية اروح ايه? دلي مين? دلي البروجريس. فالعيان اللي ما بعمل لهمش روتين افالويشن وسطه للفول انترال فيدنج بتاعي بادري خالص. ده المانيجمنت بتاع الريزيدول. لو انا العيان ده لغاية خمسين في المية من الكمية اللي بياخدها اقل منها حصل جبت يعني شفطت الكمية دي بروح مرجع له الكمية اللي انا ايه? شفطتها. لو الكلام ده تكرر باطرح الكمية اللي انا شفطتها من الرضع اللي جاي. يعني هو مثلا بياخد مثلا تمانية سنتي وانا شفطت اربعة سنتي. يبقى هرجع له اربعة سنتي. واديله اربعة تانية. لما لقى الكلام ده بقى جاب اكتر من خمسين في المية. يعني هو بياخد تمانية سنتي جاب ستة سنتي. هرجع له الكمية اللي شفطتها ومش هديله الرضع اللي عليها لايه? عليها الدور. لقى الكلام اتكرر. يبقى راجع نفسي. يشوف البيبي ده اخباره ايه? لأ ممكن البيبي ده واقف له الفيدنج او اقلله الكمية اللي هو ايه? واشوف البيبي كويس. عمل له كويس. يشوف بتاعه. اشوف هل بدأ فيه مثلا بور اه بيرفيوجن. هل العيان ده بدأ يحصل فيه هاي بوتينشان. هل العيان ده بدأ يبقى فيه عنده اي مانفستيشن اف سيبسيز ولا لا? بعد البيبي ما بياخد الفيدنج بينام ايه بورون بوزيشن ايه? على وشه لمدة نص ايه? نص ساعة. ده بيحسن الاميتينج وبيحسن الايه? اللي بيقلل الجسر كيزيد والفوليم. بس الكلام ده بفين? انك. وما يقولش الام لما تروح تعملي الكلام ده ايه? اتهم عشان قصة الصادن انفان ديس سندروم. الاطفال اللي بترجع في الحضانة البريتيرم انفانت اللي بترجع في الحضانة. ايه الميديكيشنز اللي بندهولها عشان نمنع الرفلوكس. اوبسليت ما ينفعش. في اول شهر والبريتيرم انفانت ما بندهمش ايه? نكس. اتشتو بلوكر انتاجنست. برضو اوبسليت. يبقى لو انفع عيان الرفلوكس بيريتيرم انفانت بيرجع. الاتشتو بلوكرز هتعمل ايه? بتزاود الانسيدنس بتاع الليت انسو السيبسيز والنك. نفس الكلام الانشتو بلوكر. نفس الكلام الادوم بريدون. اريزموجينيك في البريتيرم انفانت يعمل برونجيشن لمين? الكيوتي انترفل. فبرضو ده يبقى الوحيد اللي الرفلوكس في البريتيرم انفانت مين? بوزيشنينج. العيان زي ما اتفاقنا. انهم برونج بعد نص ساعة يكان على الليب تلاترك. ده بيحسن حكتين. الامتينج وبيقلل الريزيد والفوليام. عام متحسنش بقى على الكلام ده. اروح اعمل له ايه? بدل ما بديه له بدي له بولوس قدهم له ايه? بالدريب. ملك دريب. متحسنش اركب له ترانسبيلوريك تيو. لكن نوع السيكنينج فورمولا هل ايه هارول? في البريتيرم انفانت لا. يبقى ما فيش حد بقى ايه? يتورع كده من دماغه بريتيرم انفانت يكتب له بقى زنتاك الحمد لله مش موجود. مش عارف كل الكلام ده اوصلية دلوقتي. عيان بقى بيرجع البلد. وبقى جنرال كونديشن. خلاص ده لعين ده ايه? ان يسيك. لو عيان بيرجع وانا بشفط له شفط له دم بس جود جنرال كونديشن. يبقى ده اسمه ايه? غالبا انا بعمل سكشن عورت البيب بتاعي. يبقى فيه فرق بين ده وده بيعتمد على مين? الجنرال كونديشن. عيان جرين ريزيدوال. بشفط له ده بقى بيسموه ايه? ديودين وغاستر كريفلاكس او اكستيسف اسبريشن. فجاب لي ايه? ديودين الكنتينت. لونها ايه? اخضر او اصفر. ما قولش العيان ده ايه? من تستنى الوبستوركشن. عيان من تستنى الوبستوركشن بيجيب البلياس ده ايه? لا العيان بيرجع بايل واحدة بتلاحظوها العيان بصتوا اوبرتب بعد ما بيعمل عملية ومركب كيس جمع الكيس في النيزو بيجيب كميات قد ايه? سبعين وتمانين سنتين. ده جايبهم ايه? يبقى العيان الوبستوركشن. عشان نلخص الكلام ده ايه? روتيني. ايه? روتيني. الايزوليتد جيرين او يولي ريزيدوال او نوت امبورتن. بوموتينجبيل يبقى لعندي اتريزيا. هموراجيك ريزيدوال. افكر على طول في الان ايه سي. دي بقى من الحاجات الجديدة امتى اعمل كريتيريا للانترابشن او فيدينج? ليه عملوا الكريتيريا دي عشان ايه? محدش فينا يستعجل. مش من اول ما لعين في بالتليفون. النايب بتاعي يقول لي ايه ده عند فيه. هيروح اول حاجة يعملها هيعمل ايه? يوقف الفيدنج. دايما انتربت فيدنج ياخده مين? المستسينور اللي موجود في النبطشية. بحيس هيعمل ايه? جود اجزيمنيشن للبيبي. في اول حاجة اللي هي المينور كريتيريا. ياريت برضو نصور الجدول ده من الحاجات الجديدة. ده في عشرين تسعتاشر. بيعتمد على خمس خمسة برامتر. الفيزيكال اجزيمنيشن. لو الابدومنال دستنشن ده كان ميلد. ميلد ابدومنال دستنشن. يعني الابدومن يدوبك ايه? دستندن. لكن مش تنسي. ركبت له نيزو جاستريكتيوب فيرس بونس للدستنشن ده. مفيش ابدومنال مفيش ابدومنال ولا تندرنس. يبقى جاست ايه? ابدومنال اجزيمنيشن. تاني حاجة الريجارجيتيشن. اقل لو اقل من توق بيزودز بين اخر رضعتين. في اخر رضعتين الكمية اللي رجحها او او رجع مرتين. الجي ارفي اقل من مية في المية. شوف انا كنت لسه اقول خمسين في المية. لا ده كان كاتب كم اقل من كم? اقل من مية في المية. يعني ما كابش حتى اكتر من كم? من خمسين في المية. كل ده عشان ايه? مش اول ما اقل شوية رجارجيتيشن ولا اول ما لايه جسر كزيد والفوليام رح عامليه? انترابشن للفينيج. ده يعتبر مينور كريتيريا. اكتر من ثلاثة في الساعة. ايه الكارديو ريزباراتري ايفنت? اللي هما فيه ابنومي الديستينشن. ابنومي الديستيندد وتنس. وما فيش اي ريزبونس المين للريكتال تيوب ولا للنيزو جسرك تيوب. الريجارجيتيشن اكتر من توقبيزوت. الجسرك ريزيدوال لا ده اكتر من مية في المية. والريزيدوال اللي بشفاته ده ايه? بدأ يبقى هيماتيك يعني فيه بلد. اللي ستول برضو فيه بلد في اللي ستول. الكارديو ريزباراتري ايفنت اكتر من واحد اكستريم. هو عرف الاكستريم ايه? اللي العين اللي احتاج اكتف ريزاستيتيشن. يعني في المينور الكريتيرا فيه ابنية ديستيوريشن وهيبوكسيا. بس العيان ده ما بيحتاجش ايه? ريزاستيتيشن بيرجع لوحد. الاكستريم ده بيحتاج مين? اكتف ريزاستيشن. هتدخل معه بقى بالانبوباك عشان يرجع العيان ده. لو انا عندي زيرو الوان زيرو الوان ماينور كريتيريا. الاشارة ايه? ها? خضرة. يبقى اكمل عادي ما خافش. يعني لو عندي اي حاجة من الخمسة العيان بس فيه ديستيشن. حاجة واحدة. فيه ريزاستيشن. رجع اقل من اه من اه من توقع التاكسي في اخر مرة. مش هعتد بيها. لو عندي اتنين ماينور كريتيريا. اراجع نفسي. اقول اول حاجة ايه? مش هزود الفيد. اعمل ايه بقى اروح عامل الجسر. اعمله تستينج. واشوف الكمية اللي انا شفطها. الكمية كبيرة اكتر من مية في المية ولا لا? لو الكلام ده تكرر تاني والتوقع من الكريتيريا موجودين. اعمل ايه? هارجع لاخر الكمية كانت تولوريتيت. برضو ما وقفتش الايه? ها? ما وقفتش الفيدنج. يعني العام ده كان باخد تمانية سانتي وبيجيب ريزيدويل. اقول ايه? ارجع لايه? الكمية اللي كانت ستة وكانت تولوريتيت. عيان بقى في وان ميجور. ابدو من الوال ايريسيما. اكتر من من التاكس اوف اكستريم كاردو ريزباراتري ايفنت اللي عنده بعمله ايه? ها? انترابشن للفيدي. الركومنديشن بتاعني ان اليري فيدنج يبقى از اير لاز بوصبل. في اول كام? في اول اربعة وعشرين ساعة. البرينترا نيتريشن برضو از اير لاز بوصبل. وبنبدأ يعني احنا زمان كنا نبدأ الامينو على لو دوزز. دلوقتي بنبدأ من ثلاثة الاربعة نفس الكلام اللي بد. وبزود. ما بدأش بقى بنص زي زمان ونبدأ وكل يوم نزود نص. الكلام ده خلاص. الهدف بتاعي. انترابي الانترابي. اشتركوا.